السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم شهد الرويلي ان شاء الله اليوم بتكلم عن الأستيو أرثاريتس وبنغضي جميع الأبجكتبز المهمة في هذا التوئيك نبدأ حديثنا بهذا الدعاء اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مصبر أيوب صبرنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزيدنا علمنا يا رحم الراحمين الأبجكتبز لهذا اليوم بنتكلم عن الديفينيشن and الكوزز بنتكلم عن الباثوفيسيولوجي ريسك فاكتورز الكلينيكال فيترز الراديوغرافي خليتها الوحدة لأنها مرة مهمة في الأستيو أرثاريتس and the treatment بداية ودي راجع الأناتومي شوي على السريع الأستيو أرثاريتس as you know أنه disease أو condition أو process تصيب الجوينت طيب عشان نفهم المرض بشكل كويس لازم نراجع الأناتومي ولازم نفهم الأجزاء المهمة في الأناتومي وخصائصها التي تتعلق في هذا المرض طيب عندنا الارتكولار كارتلاج وهو أهم شيء في الأستيو أرثاريتس الارتكولار كارتلاج it is a vascular anural يعني ما فيه blood vessels وما فيه nerve supply طيب أتوقع أن أغلبكم يعني بيشوف هذا الفيديو وهو مذاكر الأستيو أرثاريتس بس يعني كمراجعة طيب أحنا نقول أنه ما فيه blood supply وما فيه nerve supply ليش يجيني البيشينت اللي عنده أستيو أرثاريتس ببين البيشينت اللي عنده أستيو أرثاريتس لما يجيكي ببين البين ما هو بناتج من الارتكولار كارتلاج البين يصير بسبب الضغط والستريتشينج على الكابسول بالإضافة إلى الضغط على البون فلما يحصلون هذول الشيين هنا وقتها بيجي بيظهر البيشينت بأعراض الأستيو أرثاريتس والبين طيب الكمبوننت مرة مهمة مرة مرة مهمة وموضع أسئلة بالغالب يتكون مالي من الووتر 70% تايب تو كلاجين 15% والبروتوجلايكان 10% ليش مهم نعرفها هذا as a normal طيب يعني normal anatomy لأن في الأستيو أرثاريتس الووتر بيزيد والبروتوجلايكان بيقل طيب عندنا هنا الكابسول برضو والسينوفيوم السينوفيوم مرة مهم تعرفون أنه المكان أو target of autoimmune reactions or autoimmune diseases مثل السلي الرماتويد أرثاريتس طبعا أنا متوقع أنكم عارفين كل هذه الأمراض لأنكم متوقع أنكم خلصتوا المدسن فرماتويد أرثاريتس السلي سبتك أرثاريتس عادة تنصيب بالسينوفيوم وعندنا برضو السينوفيوم الفلويد طيب هذي كيس مرة مهمة فيها أهم الكيوورد للأستيو أرثاريتس ودي نكم تقرونها بتمعون طيب 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 وي CONTRIB وش معنا هذا الكلام معناتها مع الحركة طيب أخر اليوم البين حقها يزيد البين ما يظهر وهي مرتاحة البين يظهر لمن هي تتحرك هذا وش يدل عليه طبعا الكيس هذا كيس يعني woods Pu طيب طيب وش معنى كلمة ماكنيك البين؟ يعني يزيد مع الحركة ويخف مع الراحة أو الرست طيب لو كان العكس لو كان البين يزيد في الرست ويخف إذا الواحد يتحرك هذا معناتها أن البين نتيجة انفلاماتري كونديشن فطبعاً أكيد أني بستثني الأستيو أرثاريتس خاصة في بداية الأستيو أرثاريتس يعني الtypical representation of the pain يكون mechanical pain في الphysical examination كان عندها bone deformity طيب وكان في swilling وكان في tenderness لما سوينا بالpatient كان في tenderness هذه كلها الtypical representation of osteoarthritis طيب الdefinition of osteoarthritis is a chronic joint disorder in which there is a progressive softening of the articular cartilage يصاحبة new growth of cartilage and bone at the joint margins اللي هو نسميه osteophyte مع capsular fibrosis نفس ما ذكرت لكم في الأناتومي الarticular cartilage مرة مهم مرة مهم الcomponent حقتها الاستيو أرثاريتس ينقسم إلى قسمين primary يعني من ناحية الأسباب primary أو secondary primary primary atyopathic قد يكون الفميلي هستري لها علاقة لكن السكندري غالبا فيه cause أو مسبب طيب الاستيو أرثاريتس اللي بيكم تعرفونه انه هو most common joint disease طيب واكثر يصير في الأدرلي وفي الفيميل في معلومة كان يقولها الدكتور خوجة وبرضو موجودة في محاضراته ان الاستيو أرثاريتس في الناس اللي أقل من عمر الخمسة وأربعين غالبا يكونون ميل لكن أكثر من كذا يعني خمسين ستين يكون الاستيو أرثاريتس more in women طيب التيبز قلنا عندنا primary or secondary primary atyopathic والsecondary من مرض معين مثل الديابيتس مثل 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 هيموفيليا أو يكون بسبب تراما طيب الـ pathophysiology بكل اختصار يعني ودي أول شي نفهمها كده بشكل بسيط أنا عندي ميزان فيه كفتين طيب تخيلوا معي الكفة الأولى هذا هو mechanical stress والثانية هو articular cartilage أي خلل بالتوازن يعني ما بين الاثنين بيسوي لنا osteoarthritis لما يزيد mechanical stress يزيد الضغط على articular cartilage يزيد الضغط على المفصل هذا الشيء يسرع عملية حدوث الأستيو أرثاريتس طيب بالمقابل لو كان أصلا articular cartilage والمفصل weak بسبب مثلا مرض جيني أي stress حتى لو بسيط بيخلي الواحد يصير عنده osteoarthritis هذا هو يعني بكل بساطة طيب نقولها بطريقة ثانية chronic mechanical stress in the joints طيب لما يصير عندي ضغط على joints بيزيد الووتر هذا كلام مهم بيزيد الووتر وبيقل البروتوجلايكان طيب زيادة الووتر قلة البروتوجلايكان بتضعف الكارتلج وبتخليه يخسر الإلاستيسيتي حقته بالتالي بيصير فيه inflammation of the cartilage الجينتس بيقل بيحصل عندنا سيكلروسيس وبيحصل عندنا بعدين الأستيوفايد سؤال مرة مهم إيش هي الأيرليست مورفولوجيكال تشينج اللي نشوفها في الأستيو arthritis هذا الكلام مهم طيب نذكرها بطريقة ثانية معلش فصلت أنا أكثر في الباثوفيسيولوجي لأنه أهم شي أنكم تعرفون في هذا الطبيق خاصة الباثوفيسيولوجي مع الدايغنوزيسيولوجي ممكن ما أحد يسألكم يعني مسألكم كثير عن التريتمنت أو التريتمنت ما بيسألكم كثير عنه طيب أكثر شيء بيجي عليه أسئلة هو الأناتومي الباثوفيسيولوجي والدايغنوزيسيولوجيو طيب واحد يصير عندي بروغرسيب السيست فرميشن إذا شفتوا أنتم إكس راي أو في ني لازم صدق تشوفون السيست إذا خستهم في الني إذا ما شفتي سيست لا تكتبيوا اللي أنه في سيست لأن السيست ما أقدر أقول أنه مية بالمية ما أشوفها بالني لكنها بالغالب تكون في الهب طيب فأنا أعرف أنكم أنتم حافظين أنه في أربع تغيرات تصير مع الأستيوارثرايتس لكن السيست ما تنشاف دائما في الني أوكي تنشاف في الهب شطورة لو كتبتي لي إنك شفتيها في الهب لأنها بتكون غالبا أوضع لكن في الني لا فنتبهوا لهذه النقطة يعني حلو أنك كيف أقولها يعني حلو أنك تكونين فاهمة وش أنت قاعدة تكتبين طيب بعدين سيكلروسيس في السراؤنج بون وأستيوفايت فورميش ليش يظهر الأستيوفايت مو حنا قلنا أصلا سبب الأستيوارثرايتس ومكينكل سترس فوق قدرة المفصل طيب فالجوينت يحاول أن يزيد السورفيس آريا لما نحاول يزيد السورفيس آريا أذى بريفري الجوينت بيطلع كارتلج يعني بيظهر كارتلج نتيج يعني كأن الجسم يحاول يقاوم الشيء اللي قاعد يصير طيب فيقوم يطلع كارتلج الكارتلج هذا مع الوقت بيصير الأستيوفايت بعدين بيصير بون وبنشوف الأستيوفايت طيب الرسك فاكتور رسك فاكتور عندنا الجوين ديسابليزيا الدراوما الأكيوبيشن أكيد طبيعة العام المرة تفرج والفاميلي هستوري والأوبيزيتي مرة مهمة الأوبيزيتي ليش؟ لأن من أحد أساليب علاج الأستيو أرثرايتس وأهمها لو كان البيشن أوبيز أنك تنصه حيقلل الوزن طيب الكلينيكل فيتشوز هذا السلايد مرة 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 مهم البين كيف قلنا يزيد مع الحركة ويقل إذا الواحد ارتاحه طيب يطري في بالكم سؤال هل البيشن اللي عنده أستيو أرثرايتس لما نقول لك والله مدة الأعراض هذي الثمان شهور هل طول الثمان شهور كل يوم كل يوم كل يوم هو عنده بين لا يروح ويجي طيب البين قلنا مكانيكل أو أنتم الآن عارفين إيش الفرق ما بين الإنفلاماتوري والمكانيكل طيب هذا الكلام مهم وكريبتس بنحسها وقت الإكزامينايش وجوينت ستيفنس طيب هنا نقطة مرة مهمة الجوينت ستيفنس في البيشن اللي عنده أوسيتو أرثرايتس عادة أقل من ثلاثين دكيقة طيب لو كانت أكثر من ثلاثين دكيقة هنا أنا بفكر بشي ثاني مثل إيش مثل ريموتويد أرثرايتس لازم تحطون هذا الكلام بعيني باعتبار أن الجوينت ستيفنس اللي مع الأستيو أرثرايتس عادة أقل من ثلاثين دكيقة أيوة كيف تابع الأستيو أرثرايتس هل هو سيمتريكل أو أسيمتريكل 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 لأنه لو كان سيمتريكل هذا يمشي أكثر مع الريموتويد أرثرايتس ما يمشي مع الأستيو أرثرايتس فمهمة هذه النقطة أنكم تعرفون أنها أسيمتريكل أيوة آخر جملة هنا ركزوا عليها البيشنت اللي عنده أستيو أرثرايتس بيجيك فقط يشكو من ألم في المفصل ما راح يجيك يشكو من فيفر فيفر يعني في كل جسمه ما هو بالمفصل اللي متضرر ما راح يجيك يشكي من ويتلوس ما راح يجيك يشكي من لو سوفه بأبتايت هذا الكلام مرة مهم عشان نفرق ما بين الديجنرative بروسس اللي تصير في الأستيو أرثرايتس والإنفلاماتري جوين ديزيز الإنفلاماتري جوين ديزيز ممكن البيشنت يجيك في أي عرض في كل جسمه لكن الأستيو أرثرايتس لا ما هو بأوتو عميون ديزيز ما هو بإنفلاماتري كونديشن طيب كيف توزيعه هو قد يصيب أي جوين في الجسم طيب لكن مور كامل إن سم جوين إيش هذي الجوينتس الني الهب السباين والفينجرز إيش المفاصل اللي بالفينجرز اللي هي الدب والبب والفرست CMC مرة مهم هذا الكلام زي ما أنتم شايفين هنا توزيعها في الصورة أسيمتريك إيش أكثر جوينت يجي الواحد فيها وهي مضررة من الأستوار ثرايتس عندنا في السعودية ني هذي حصلتها في الكتاب ما حبيتني أسوي لها سكب في عندنا classical form وعندنا اللي هو most common form المclassical form هذا ذكرني في تكسيمة الميغرين إذا تذكرون معي الميغرين عندنا classical form وعندنا اللي هو most common form اللي هو migraine with aura وميغرين without aura المونو ارتيكولر هو الكلاسيكال فورم لكن البولي ارتيكولر هو المور كامن اللي نشوفه عندنا في العيادات وليلي يشكون من البيشنت طيب الدايجنوسيز مرة مهم مرة 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 مهم الدايجنوسيز بيجيك البيشنت أنت بتبدأ على طول يعني كدكتور شاطر بتجلس معه بتأخذ منه فول هستوري بتغطي كل الأشياء المهمة بتسوي الفيزيكال اكزاميناشن بتشوف البي ام اي حقتها لو كان اوبيز وبتسوي اكزاميناشن خاصة للجوينت اللي هو يشكون منها في اللابز بنسوي السي سي راكتف بروتين والإي اس آر عادة بنحصلهم نورمال ليش نورمال؟ أرجع وعيد لأنه ما هي بانفلاماتري كوندشن فلازم يكونوا نورمال سي نوفي لفلود أناليسز عادة بيكون كلير فلود والوائت بلود سيلز أقل من الفين وكل شي نورمال عادة ما نحتاج أصلا نسويها الراديو الراديو الراديوغرافي هو أهم شيء في نقطة هنا في الفيزيكال من ناحية الدياغنوزز الباشينت لو جاء بأستيو أرثوريتس في الهب أو في النيا لازم تكون متمكن بشكل كويس من الفيزيكال إجزامينايشن ليش؟ لأنه لما نكون عندها أستيو أرثوريتس في الهب قد تضرر النيا برضو هذا بسبب الأبتوريتر نيرف الأبتوريتر نيرف بيغذي بيعطي سنسيشن للهب وللنيا فالإكس راي بيساعدك تعرف هنا مشكلة بالضبط وبرضو لو سويت الفيزيكال إجزامينايشن بشكل كويس بتتمكن أنك تعرف هل هو في الهب ولا في النيا طيب هذا هو أهم شيء أهم شيء يعني لو تطلعوا من هذا الفيديو فاهمين الإكس راي تابع البيشينت اللي عنده أستيو أرثوريتس أنا بكون جدا سعيدة طيب عندنا أول شيء التغيرات اللي تصير لازم نكون عارفينها فيها لها نيمونيك نسميه لس L loss of joint space O osteophyte formation S for sclerosis والS الثانية للسست طيب فيه grades من واحد إلى أربعة واحد يكون فيه شوي narrowing of joint space اثنين يكون فيه يبدأ يظهر الأستيوفايت طيب ثلاثة الأستيوفايت تكون كثيرة والنوروينج of joint space واضح أربعة الأستيوفايت تكون لارج ومارك نوروينج of joint space وسيفير سيكلاروسيس زي ما أنتم شايفين هنا طيب ليش مهم أعرف أنا الغريد لأن عادة الدكتور لما يجيب لك X-ray البيشن عند أستيوارثيرايتس هو يدري أنك تعرفين أن فيه loss of joint space بس هو برضو يبيك تعرفين البيشن هذا يعني أي grade مرة مهم أنكم تكونون متمكنين وعارفين يعني أقدر أقول والله هذا قد يكون grade 1 ولا قد يكون grade 3 أو 4 ما توقع أنهم بيحيرونكم مثلا ما بين grade 2 ولا 3 بس بيكون واضح هل هو grade 1 ولا grade 4 هنا برضو صورة ثانية شوفوا هنا osteofite formation شوفوا هنا السست تذكرون كلامي أن السست تكون واضحة في الهب لكنها قد ما تكون واضحة في الني لأنها أصلا بالغالب نحصلها في الهب شوفوا هنا كيف الجاينت سبيس معدوم هنا برضو في سيكلاروس شوفوا طيب هذه مرة مهمة هذا grade 1 هذا grade 2 شوفوا كيف قلت المسافة أكثر شوفوا grade 3 خلاص grade 4 ما في مسافة أساس طيب لما نتكلم أوكي شوفوا هنا برضو هذه normal وهذه abnormal طيب لما نتكلم عن osteoarthritis بحيث عندنا ونحصل لازم تذكرونها لازم لازم تكونوا نعرفينها وش البست فيو و ايش الفرق ما بين الاثنين جدا 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 مهمة إذا إذا تذكرون في سلايداتكم موجود posterior anterior view in 45 degree of flexion طيب هذه وفي view ثانية هي sunrise view هذول اللي نستعملهم للأستيو أرثيريتوس وكيف لازم يكون الpatient عادة الview برضو اللي نستعملها يكون anterior posterior lateral weight peering view وش معنات هذا الكلام معنات اني ابي الpatient يكون standing لما انا اسوي ال x-ray عشان اعرف صد كيف تأثير الماكينيكل stress على الجويند ويظهر لكل شيء بشكل واضح سؤال ثاني ممكن يجي هل نحتاج CT ولا MRI عشان نشخص الأستيو أرثيريتس بالغالب لا طيب اهم شيء للتشخيص هو history طيب وال clinical diagnosis تسوين physical examination بشكل مضبوط تسوين x-ray طيب لما نسوي x-ray هل معناته أن الأعراض الأشياء اللي موجودة في x-ray تنعكس على حالة المريض لا يعني عندي أنا مريض رقم واحد ومريض رقم اثنين مريض رقم واحد والله يشكي من ألم مرة شديد ولما سويت لل x-ray مثلا كان grade 1 طيب مريض رقم 2 كانت حالته أوكي يقدر يتحرك يقدر يمشي أموره لما سويت للx-ray كان grade 3 فلا تعتمدون على الأشياء اللي تشوفونها في x-ray فيما يخص العلاج أو فيما يخص تحديد حالة المريض أنت لما تعالجين كطبيبة أنت بتعالجين الpatient عشان تحسنين quality of life حقتها مو بالهدف حقك في osteoarthritis أن تعالجين x-ray فأهم شي أهم شي في osteoarthritis من ناحية التشخيص والعلاج أنك في النهاية تحسنين quality of life يعني ما تعتمدين على change اللي تشوفينها في x-ray طيب لتريتمت عندنا conservative management وعندنا السرجري طيب conservative management ثلاثة أشياء أساسية أنا أبي أوصلها أني أخفف البين وأحسن الموذمنت وأخفف الضغط على الجوينت البين أنني نستيرودي الانتي انفلاماتوري والجوينت لازم أحسن الحركة فيها عن طريق الفيسيو ثارابي وال low reduction مرة مهم لو كان وبيز أني يخفف الوزن مرة مرة مهم وبيتحسن بشكل ملحوظ البيتحسن اللي كان سمين وعند أوستيو أورثرايتس وخفف وزن طيب فيه نقطة مهمة والله أنت جايك بيشينت طيب ويشكي من جوينت بين ما هو طبيعي وسويت الفحوصات اللازمة وخدي تاريخ مرضي وكذا وعرفتي أن أوستيو أورثرايتس هل ممكن تقولي لا لا تتحرك خلص ريح هذا الركبة ريحها حاول قدر الإمكان أنك ما تضغط عليها هذه تعد the worst advice ممكن تعطينها أي بيشينت عنده أوستيو أورثرايتس لأنك لو ما خليتي يتحرك وطلبتي أنه يرتاح نتيجة هذا الشي بيزيد وزنه يصير عنده مصلي والستفنس تزيد وبالتالي حالتها بتصير أسوأ فالحركة بما يتناسب مع حالته الصحية هذا شيء أساسي طيب خلصنا الكونزرفتف مانجمت الأحسن علاج يعني في الأخير هو الجينت ريبليسمت لو ما فاد الكونزرفتف مانجمت طيب عندنا حنا بروسيدر ممكن تتسوى البيشينت اللي ما يفيد عنده الكونزرفتف مانجمت ممكن أسوي جوينت اللي هو نسمبيه الاثروسكوبي هذا عادة يعالج الماكينيكل سيمتمس طيب وتعد holding بروسيجر يعني كشي فاصل ما بين مرحلة السرجري والكونزرفتف مانجمت عندنا الكوريكتف أوستيو تومي نستعملها هذه لليونج والأكتف واللي الحال حق قلتهم مائل أوستيو أثرايتس وعندنا جوينت جوينت ريكتف فيه نوعين مرة 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 مهم تعرفون كل بروسيجر تستعمل المين خاصة الكوريكتف أوستيو تومي والجوينت ريكتف يعني لما أقول لك بيشنت عمره خمسة وأربعين وما فات فيه الكونزرفتف مانجمت هل بتسوي لجوينت ريكتف ولا كوريكتف أوستيو تومي أكيد بتختارين الكوريكتف أوستيو وهذه قد تكون موضح أسئلة طيب نعيد الكلام مرة ثانية osteoarthritis هو degenerative condition of the joint عادة يصيب الهب الني الريق والفينجر هل هذا يعني إنه ممكن ما نلقاف أي جوين ثانية إلا حصلا لكن أنا أتكلم لك عن الأشياء الكمن في السعودية إيش أكثر جوين تضرر هي الني risk factors التراوما الأوريوز الأوبزتي مرة مهمة الأوبزتي وإنكريز العيج البيش عادة يجين ببين يزيد مع الحركة يخف مع الرست لما الفيزيكال اجزامينايشن بلقى فيها بلقى فيها pain joint line tenderness وبحصل فيها swelling الأوليوزم العلام الصفر المقال الكين من الحصول العلايوزم وضائفهم المقال المقال العلايوزم وعندنا موزم الكونسرفتف أهم شيء الويتلس الفيزيكال اكتيفتي طيب والبينكيلر والسوجريز وقت ما يحتاجها لما نفشل الكونسرفتف مانيجمنت ولازم نعرف متى نستعمل الكوركتف أستيوتومي متى نستعمل الجوينت ربليسمنت هذا ختام المحاضرة أتمنى أني وصلت لكم النقاط المهمة أتمنى أن الشرح كان موضح لكم أكثر الأشياء اللي عندكم لخبطة فيها أي سؤال أنا دائماً في خدمتكم ودائماً تذكروا ومن يتوكل على الله فهو حسب والله يوفقكم ويبلغكم أعلى الدرجات إن شاء الله شكراً لكم